بسبب الفيديوهات الأخيرة التي أعلنت بقناة الأكاديمية بخصوص موقع أمازون الكثير من المشتريين تتوجه إلينا تسألنا عن أمازون ميرج وتظن أن أمازون ميرج هو نفسه موقع أمازون وهذا خطأ لذا في هذا الفيديو سأشرح لك ما الفرق بين أمازون ميرج وموقع أمازون نفسه وما هي الحسنات وسيئات هذه الساحات في بداية سنة 2016 قرر الأملاق الأمريكي أمازون دخول عالم التصميم كما نعلم موقع أمازون عندما تقرر الإعلان عن مشروع معين ستبدأ به وتبتكر طرق عمل جديدة في عالم مجال التجارة الإلكترونية ففي سنة 2016 أطلقت أمازون موقع ميرج باي أمازون وهو عبارة عن موقع بيع لتصميم التاجر كل ما علي فعله هو الإبداع وتصميم على تي شيرت أو أي منتج معين إرسال التصميم لأمازون ميرج وأمازون هي التي تعلن المنتج وعندما يباع المنتج أمازون هي التي تطبع التصميم وتشحنه نيابتاً عن التاجر هذه هي بشكل مختصر طريقة العمل في موقع ميرج باي أمازون وهي تختلف تماماً عن طريقة العمل في موقع أمازون العادي أي أمازون نكتاكم الاختلاف الأول هو الاشتراك في هذه المواقع الاشتراك في أمازون ميرج هو اشتراك مجاني أما بالنسبة لأمازون نكتاكم يوجد برنامج البروفيشنال تكلفة الاشتراك به هو 40 دولار ويوجد برنامج الانديفيدوال دون أي تكلفة ولكن أمازون تأخذ عمولة 99 سنت على كل باعة تحصل الاختلاف الثاني هو السرعة في بدء العمل لكل من يريد بدء البيع على أمازون نكتاكم أو أمازون FBA يمكنه فعل ذلك بسهولة وبسرعة نسبيا من ناحية ثانية لبدء البيع على أمازون ميرج يتطلب الانتظار تقريبا شهرين وهذا وقت طويل نسبيا هذا الوقت هو بخصوص أن يوافقوا على فتح الحساب لكم الاختلاف الثالث هو مبنى صفحة المبيعات والقيود المتاحة عليها في صفحة المبيعات لمنتج على أمازون نكتاكم يوجد عوامل أكثر من صفحة مبيعات لمنتج في أمازون ميرج ففي أمازون نكتاكم صفحة المبيعات تحتوي على خمس bullet points أي خمس أسطر لوصف أول للمنتج عنوان تعريف مصطلحات مخفية الكيوورد وإمكانية تعريف حملات وتخفضات أو تعريف أسعار مختلفة أي variations أما في ميرج باي أمازون العوامل تختلف هناك يمكننا تعريف فقط سطرين أي two bullet points لتعريف أوله عنوان وصف ولا يوجد إمكانية لترويج المنتج أو تعريف حملات على المنتج فنرى أنه يوجد نوع من الكيود على صفحات المبيعات في أمازون ميرج الاختلاف الرابع هو تسويق صفحات المبيعات بسبب عدم موجود برنامج ترويج داخلي في ميرج باي أمازون التجار تجبر نفسها لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعية والعمل جاهدا لترويج منتجاتها وجلب حركة ترافيك على صفحات مبيعاتها أما في أمازون نكتاكوم يوجد برنامج ترويج كامل الذي موجود داخل الموقع يمكننا ترويج المنتجات بسهولة وبمهنية هذا البرنامج يعمل تقريبا مثل جوجل أدوردز على طريقة البي بي سي طبعا خدمة الترويج في أمازون نكتاكوم هي خدمة مدفوعة وليست مجانية الاختلاف الخامس التعامل مع المشتريين في موقع أمازون ميرج نحن لا نتعامل مع المشتريين أمازون ميرج هي التي تبيع المنتج هي التي توفر خدمة الزبائن اللازمة للمشتريين ولن تتعاملوا مع شكاوي أو طلبات إرجاع أما في أمازون نكتاكوم المنتجات التي تبيعها في الموقع هي ملكك المشتريين يشترون المنتجات منك وأنت ستتعامل بين الحين والآخر مع طلبات إرجاع أو شكاوي للتلخيص يوجد لكل ساحة حسنات وسيئات كل شخص يختار الساحة المناسبة له انتبهوا أنه لا يمكنكم إعلان نفس المنتج في كلا الساحتين إياكم فعل ذلك أمازون يملع ذلك حسب قوانينه ولكل من يفعل ذلك سيعرض حسابه للخطر أنا شخصيا اخترت البيع على موقع أمازون نكتاكوم لأنني أحب التجارة أحب بيع منتجات ملموسة لم أتعامل بتاتا مع ميرج باي أمازون وسؤالي لهذا الفيديو أي ساحة تفضل العمل معها بعد أن تعرفتم على الاختلافات بينها ولماذا جاوبوا بالتعليقات وسنحاول مساعدتكم أيضا لكل من يريد التعرف أكثر على موقع أمازون يمكنه مشاهدة الفيديوهات المبينة هنا في الفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة آخر فيديوهات الأكاديمية وآخر أخبار التجارة الإلكترونية لذا لا تنسوا الضغط على الدائرة المبينة تحت سأراكم في فيديو آخر